أمضار من الله بها على مناطق كثيرة في اليمن وكان هذا العام من أكثر المواسم غزارة في هطول الأمضار والسيول وفق تقارير الأرصاد وتحولت الأرض اليابسة إلى خضراء منعومة بخيرات البلاد لكن هذه الأمضار ومع استمرار هطولها بشكل يومي تسببت في خسائر بشرية ومادية على امتداد البلاد بشريا أعلن تقرير حديث للأمم المتحدة بأن الأمضار الغزيرة والفيضانات تسببت بوفاة عشرة أشخاص وإصابة أربعة عشر شخصا وتضرر قرابة 159 ألف آخرين في اليمن منذ مطلع العام الجاري فيما كشف مكتب الأمم المتحدة للتنسيق الشؤون الإنسانية بأن الأمضار الغزيرة والسيول أثرت على 22688 أسرة تتكون من 158816 شخصا في 19 محافظة يمنية خلال الفترة ما بين الأول من يناير والثامن والعشرين من يوليو من العام الجاري ومنذ أشهر تشهد اليمن أمضار موسمية أدت إلى تسجيل وفيات وأضرار مادية كبيرة في مخيمات النزوح والمساكن والبنى التحتية في عدة مدن يمنية في تعز تسببت بخسائر كبيرة في الممتلكات وتعرضت مناطق عدة في مديريتي مقبنى وشرع برونة لأضرار واسعة في المنازل والممتلكات والأراضي الزراعية فقد جرفت السيول مسجدا وتسببت بهدم بعض المنازل جزئيا وكليا والتي بلغت قرابة 12 منزلا بمديرية مقبنى غربية تعز كما أدت لقطع الطرقات وجرف الأراضي الزراعية وطمر العديد من الآبار فضلا عن العشرات من أشجار النخيل والمانجو أما في الحديدة هطلت أنظار غزيرة على المدينة وضواحيها وتسببت في غرق الشوارع والأحياء وتهدم عدة مباني سكنية وانقضاع خدمة الكهرباء وخروجها عن العمل بشكل كامل ترجمة نانسي قنقر